تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 112 طن من المواد الغذائية والغير غذائية وضبطت أجهزة الوزارة أكثر من 18 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط قرابة 89 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفيما يتعلق بمجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 138 قضية خبز نقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات